وطبعا احنا عارفين ان بعض اهالينا في بعض المحافظات المختلفة بتمنع مراس المرأة خوفا ان الشخص الغريب اللي مش من العيلة اللي هو هيبقى جوزها يعني يدخل معاهم في المراس فان اذا هم اعطوها المال ده ممكن يضحك عليها وياخد المال ده انتو بتمنوا بتأسسوا في الجواز ان الجواز ده ممزق بتأسسوا في الجواز ده ان المرأة تفهى وبيتضحك عليها هو الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى تعاملها مع المرأة على ان هي ناضجة وقدر تحافظ على حقوقها وقدر تحافظ على مالها ولها زمة مالية مستقلة عارف ليه زمة مالية مستقلة عشان احنا ما نشوفش اللي احنا بنشوفه لما المرأة يموت زوجها وهي ممنوعة المراس تتبهدي للبهدال اللي احنا فيها دي كان لازم المرأة تكون محفوظة الزمة المالية يبقى معاملة المرأة على هذا الامر ما يوصلناش ابدا لهذا الخير طيب نعمل ايه؟ هو ايه اللي فقدناه لما الناس يتعاملوا بهذه الطريقة ايه اللي فقدناه؟ اول حاجة فقدنا مناطق مهمة في حياتنا وفقدنا البركة المرأة احد اسباب البركة في حياتنا والاستيصاء بالمرأة وحفظ المرأة ورعايتها احد ابواب البركة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي يبقى ايه اللي حاصل؟ ليه اختر لفظ الخير؟ لان الاحسان الى المرأة والحفاظ على المرأة يجلب الخير يبقى احنا لازم نفهم ده وايضا اسباب تحسين المجتمعات هي رعاية حقوق المرأة انا دايما نقول لهم كده المرأة والاحسان اليها عامل زي المراية عايز تعرف المجتمع ده مجتمع منور مبارك مجتمع فيه خير ولا لأ شوف بيتعامل ازاي مع المرأة لو بيديها حقوقها وبيساعدها على انها تحيش في سلام وامان وكمان يرعاها من كل خوف ممكن يطرق لها المجتمع ده مجتمع مش بس متحضر المجتمع ده مجتمع رشيد منور وعشان كده تعالوا نعمل ايه بقى؟ تعالوا نتكلم بكل وضوحه وكل صراحة بكلم كل واحد عنده مراس اخته او مراس حد من اهله من السيدات اول حاجة توب الى الله سبحانه وتعالى ورد المظالم الى اهلها رد المراس لأهله ليه طيب؟ لان عدم اعطاء الحقوق لأهلها بتلهي بالحياة الدنيا قبل الاخرة وفرج كربة واعمل كده ونيتك ان انت تفرج كربة عن حد مؤمن مش قادر يوصل لحقه يدي له حقه الأمر التاني والمهم لو تقدر تساعد اي حد ما عندوش وسيلة يوصل بها لحقه ساعده عشان يوصل لحقه موسيقى